مرحب حبيبي اليوم بدي اعمل انا ويكم طريقة تحضير باستا عن جد عن جد كتير كتير بتشاهي بدون جاج وبدون لحمي بهيدا الشكل اللي شايفينو شكل كتير كتير طيب وبشاهي شايفين بتشاهي كتير طيبي وبمكونات موجودة بهذه البيت هنبلش الطريقة مع بعض بسم الله اول شي عنا الباستا جبت الباستا اللي بتنسلق باربع عدق ايه انا رحسلي قاد ايقتين لتضل الباستا محافظي على قوامه ما تتعجن عنا وكمان رحسس تعمل من الكيس بس 300 جرام يلي بحبي ضاعف الكمية بضاعفه حسب الرغب لحط الباستا بالطنجرة بالمي المغلية بسم الله حط رشة ملح خفيفة هلا بتركني غلو دقيقتين فقط هيدا الباستا بعد ما سلقتها دقيقتين هلا بصفيها بالمصفاج منانامال صوص البشامال ملعة طعام زيت نباتي ثلاث معالق طعام زبدي و ثلاث معالق طعام طحين منخلطه المعبعد مندور الغاز ع حرارة متوسطة بس ممزج عنا طحين والزبدي وهيدا الشكل هلا بحط فوق حليب سخن بحط خمسمائة ميلي نص لتر حليب سخن ع دفعات حطينا شوي بخلط هون ممزج عنا طعام ترك الغاز داير ع حرارة متوسطة برجع بحط الحليب اللي باقي عنا هلا بعل الغاز بأول غاز وبستمر بالتحريك بلش يسمك عنا الخليط شي بسيط نحنا معنا الخليط يكون سميك شي بسيط ما يكون كتير سميك يعني تقريبا متل اللبن اليوغرط يكون بهيدا الشكل سماكي خفيفي شايفين كيف بهيدا الشكل هلا منطف الغاز حط بالطنجرة حوالي ملعتين طعام بزات نباتي كمان عنا هوني بصل كتير صغيري نعمتا بهيدا الشكل وعنا هوني حبتين طوم كبار دقيتو النعمين حط رشة ملح صغيري مكعب ماجي بقليهو مع بعض بس قاليتم بهيدا الشكل الشي بسيط عندي هوني كوب عصير باندورة فراش اذا هيدا العصير ما متوفر عنكم تعصروا انتو حوالي 700 جرام عصير باندورة فراش منضيف نصمل عصيري جوز الطيب مكعب ماجي ملع الطعام بايزل حبق فراشة فلفل اسود بتركن يغلو شوي مع بعض بس غلو شي البسيط حوالي دقيقة هلا بحط البشمال فوقن السص الابيض شفتو البشمال كيف صار عنا صار بهايدي السماكي بس بردو حطونا فوقن واو صص كتير كتير رائع و شكل و ريحة ريحة عن جد كتير كتير طيبي بتشاهي منضيف رشة ملح كمان بسيطة اكيد الملح عزوق انتو متل ما بترغبو بتحطو الملح بتضيفو الملح حسب الرغب كمان بغل البستا هوني حوالي دقيقتين مع التحليك المستمر كمان بغل البستا هوني حوالي دقيقتين مع التحليك المستمر بعد مرور دقيقتين هلق بطفي الغاز و بحطونا بوعاء موجود عنا جبنة شدر مع جبنة مازورولا اي جبنة متوفرة عنكم بالدوب ممكن تستعملوها ما ضروري تشدر ومازورولا انتو المتوفر عنكم ممكن تشدر لواحد او مازورولا لواحد مافي اي مشكلة هلق منحط البستا بقلب الوعاء بسم الله ضيف جبني باستا باستا ضل اعمل هكي طبقات ليصير عنا الوعاء مليان اشتري الى اشتري الى اصفل انتو بحطة الفرن في فرن من الاعلى والاسفل هذا البستا اللي عملت انا وياكن بخلال 7 دقيق تقريبا اتمنى تعملوا لايك وشارل الفيديو والمشاهدين الجددي اشتركوا بصفحتي وانشارلا بشوفكم بالفديوهات الجاية باي باي أحبابي